اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار الاقتصاد من الميادين الى العنوي روسيا تتخذ اجراءات عقبية ضد توركيا تشمل مشاريع مشتركة وتقليصا للرحلات الجوية في سوريا موازنة العام المقبل تخفض اعتمادات الدعم الاجتماعي رغم زيادة الانفاق العام وفي النشرة ايضا فعاليات المقاطعة لمنتجات اسرائيل تتواصل وحملة جديدة في قطاع غزة تدعم المقاطعة وتدعو الى دعم المنتجات الفلسطينية اهلا بكم امر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفداف اتخاذ اجراءات تشمل تجميد بعض مشاريع الاستثمارات المشتركة مع تركيا ردا على اسقاط الطائرة العسكرية الروسية سخوي مطالبا بتطبيق سريع لاجراءات تشمل قيودا على الوردات الغذائية من تركيا اول الاحتمالات اعلن عنها وزير النقل الروسي حين اشار الى امكانية تقليص الرحلات الجوية بين بلاده وتركيا وجاء بعضهم موقف متقدم من وزير التنمية الاقتصادية مشيرا الى ارتفاع احتمالات الغاء مشروع الابيبي تركش ستريم لنقل الغاز الروسي الى اوروبا عبر تركيا ونظرا الى الانتهاكات المتكررة من قبل منتجي الغذاء الاتراك للمعايير الروسية اصدرت الحكومة الروسية تعليمات الى هيئة الرقابة الزراعية تقضي بالتشدد في الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية التركية وبلغت قيمة الوردات الزراعية والغذائية الروسية من تركيا مليارا وسبعمائة مليون دولار العام الماضي وفاقت المليار دولار هذا الشهر حتى الشهر الماضي من العام الحالي فيما بلغت صادرات الحبوب الروسية الى تركيا ثلاثة مليون ونصف مليون طن المنتجون الأتراك كسروا مرارا وتكرارا القواعد الروسية حكومة الاتحاد الروسي أمرت هيئة مراقبة سلامة الأغذية بفحص شحنات المنتجات الزراعية والغذائية الوريدة من تركيا وبتنظيم عمليات فحص إضافية عند الحدود وفي مراكز الانتاج في تركيا نفسها تركيا وروسا ليس لديهما ترف إطلاف العلاقات وفق وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا بلقان بوسكير الذي توقع الحفاظ على العلاقات مع موسكو بعد إسقاط الطائرة الروسية وتوقع بوسكير تحقيق تقدم في مسعى تركيا إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي مع الاستعداد لفتح الفصل السابع عشر من عملية الانضمام منتصف كانون الأول ديسمبر المقبل والمتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية قطاع السياحة التركية ضق نقوص الخطر والقلق بدأ يساور أرباب المؤسسات السياحية فقد عبرت واحدة من أكبر وكالات السياحة في تركيا عن مخاوفها من الخسائر المحتملة بسبب الأزمة الحالية بين أنقرة وموسكو السلام والاستقرار أمران مهمان جدا للسياحة لا أحد يذهب إلى مكان ليس فيه سلام ولا استقرار وسيكون لهذا بالطبع تأثير سلبي ولا سيما على تركيا جاء سياح كثر من روسيا إلى تركيا العام الماضي وقد تراجع هذا العدد بالفعل العام الجاري بسبب الأزمة الاقتصادية الداخلية في روسيا إذا استمر الوضع الحالي ليكون أمرا جيدا بالنسبة لنا انخفضت نسبة اعتمادات الدعم الأجنبي في الموازنة السورية لعام 2016 بمقدار 14% مقارنة بما كانت عليها العام الجاري بلغ إجمالي الموازنة نحو 5 مليار دولار وسط تقديرات رقمية تتحدث عن دخول أكثر من نصف السوريين مرحلة الفقر الشديد بسبب الحرب الدائرة منذ خمس سنوات محمد الخضر من دمشق 426 مليار ليرة زيادة في موازنة الدولة السورية للعام المقبل مقارنة بالعام الحالي الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوم الموازنة البالغة 1980 مليار ليرة مبلغ تراجعت فيه اعتمادات الدعم الاجتماعي بمقدار 14% بالرغم من حالة الفقر المتزايدة 1470 مليار حددت للنفقات الجارية من هذه الاعتمادات مبلغ 973 مليار ليرة سورية هي الدعم الاجتماعي الدعم الاجتماعي يتضمن عدة جوانب منها دعم المشتقات النفطية ومنها دعم الطاقة الكهربائية ومنها دعم التوميني والدقيق الذي بلغ 170 مليار ليرة سورية تراجع ينعكس عميقا على القدرة الشرائية للسوريين تقديرات رقمية تتحدث عن دخول أكثر من نصف السوريين مرحلة الفقر الشديد آثار الحرب تزداد بالطراد وخصوصا مع تدهر سعر صرف الليرة منذ أن أطلق مشروع أو شعار عقلانة الدعم ونحن نلحظ أن معظم السلع المدعومة تفقد جزءا كبيرا من هذا الدعم حتى السلع الأساسية الضرورية فمثلا ارتفع سعر الخبز أكثر من ثلاث مرات رافق ارتفاع الأسعار حتى مع انخفاض وزن ربطة الخبز وأصبحت بعد السلع التي كانت مدعومة أصبحت سلعا شبه محررة ارتفاعات متزايدة بالأسعار مع ثبات في الرواتب والأجور أنا موظف كنت اتقاضي حوالي 500-600 دولار هلأ عم بتقاضي 100 دولار شو برأيك بالغاية؟ تتالب الأسواق وتفرج شوف أي أطع سعر شلو ما كان ضرب 6 وضرب 7 وضرب 8 دخول المواطن هي بالليرة السورية ورح تضل بالليرة السورية والدفع عم يكون بما يعادل قيمة الدولار جمعية حماية المستهلك السورية تتحدث عن تراجع القدرة الشرائية للسوريين بنسبة 80% آثار الحرب تزداد حضورا في كل تفاصيل حياة السوريين النهى الموازنة الخامسة في ظل الحرب محاولة حكومية للتكيف مع ظروف قاهرة أتت على كل قطاعات الانتاج وأدخلات الشرائحة واسعة من السوريين تحت خط الفقر محمد الخضر دمشق الميادين أخفغت خطة التنمية السعودية التاسعة في خفض معدل البطالة في البلاد إلى 5.5% نهاية العام الماضي ويبلغ معدل البطالة في السعودية أكثر من 11.5% على الرغم من كافة الجهود الحكومية لتوفير الوظائف ما يظهر فشل سياسات توطين اليد العاملة وترحيل العمال الأجانب والتضييق على الشركات التي تستقدم العمال قال وزير التموين المصري خالد حنفي أن احتياطية القمح الاستراتيجي في بلاده يكفي حاجاتها حتى شارع نيسان أبريل المقبل وكانت مصر قد اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي والرومني بمتوسط سعر هو 205 دولارات للطن الواحد يشار إلى أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم وتملك منظومة لتأمين الخبز بسعر مدعوم لملايين المواطنين تتواصل فعاليات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في قطاع غزة وسط حالة إرباك إسرائيلية من جدوى ومدى المقاطعة ولهذا أنشأت إسرائيل وزارة خاصة لمكافحة المقاطعة كتلة الوحدة الطلبية في جامعة الأزهر نظمت حملة لدعم المنتجات الفلسطينية لنا شهين والتفاصيل من غزة يتسارع إيقاع مقاطعة المنتجات الإسرائيلية دولياً ومحلياً وتتسع خطواتها فطورك من خير بلادك فعالية تنضم إلى سلسلة الحملات الوطنية للترويج للمنتج الفلسطيني تكلفة هذه المنتجات هي تضاف إلى ميزانية الجيش الإسرائيلي الذي يقتبها شعبنا وهذه الوقفة هي لوقف هذه المنتجات من أجل رفع تكلفة الاحتلال تأتي هذه الحملة في سياق دعم الانتفاضة الفلسطينية وتعزيز المنتج الوطن الفلسطيني ومقاطعة المنتج الإسرائيلي وسمى الاتحاد الأوروبي صادرات مستوطنات الاحتلال لأنها غير شرعية ضربة موجعة لإسرائيل ولها ما لها من تداعيات على الاقتصاد هناك مقاطعة كلفت الجانب الإسرائيلي ما يقارب العام الماضي 5 مليار دولار هذا العام متوقع أن تصل الخسائر إلى عوالي 20 مليار دولار إذا ما استمرت المقاطعة في كل دول أوروبا للمنتجات مستوطنات الإسرائيلية لأن حصيلة الصادرات الإسرائيل الخارج تصل إلى حوالي 100 مليار دولار خسائر مقاطعة المنتجات أجبرت إسرائيل على إنشاء وزارة متخصصة لمواجهة حملات المقاطعة الأوروبية حيث تصل نسبة صادرات المستوطنات إلى 8% دعوات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تتعدد وتتنوع وفعالية اليوم خطوة جديدة على درب مقاومته لاحتلال لانا شهين غزة قال ما يدين الفقر هو المحرك الرئيسي للنزاعات بهذه الكلمات دعا البابا فرانسيس وهو رأس الكنيسة الكاثوليكية إلى محاربة الفقر واليأس الناتج عنه الذي يغذي العنف والإرهاب وفي زيارة إلى نيروبي قال البابا فرانسيس أنه يتعين على الرجال والنساء التحلية بالجرأة والعمل بنزاهة وشفافية لمحاربة الفساد أكثر من عشرة مليارات ونصف المليار دولار قيمة المساعدات التي تعتزم اليابان وتقديمها إلى الدول النامية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وسيعلن رئيس الوزراء تشينزو آبي عن زيادة المساعدات المقدمة من جانب اليابان خلال مشاركته في قمة المناخ العالمية الاثين المقبل في باريس علما أن مساعدات اليابان تعد جزءا من حزمة مساعدات تعهدت بتقديمها الدول الصناعية للحد من انبعاثات الغاز المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تقليد نموذج الأصلاح الرفي الصيني يوقف تدفق المهاجرين من أفريقيا وذلك وفق وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد التي أشارت إلى أن الإصلاحات الصينية نجحت بفضل مزج الخصخصة بتشجيع المشاريع غير الزراعية أنكتاد أشارت إلى أن الشركات الرفية غير الزراعية في أفريقيا فشلت في إنشاء شركات الرفية غير زراعية مع زيادة الإنتاج الزراعي ما أجبر الناس على النزوح بعيدا بسبب قلة الوظائف مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة كالعادة المايدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر